تقول أنه المصير أسوأ يعني لا يوجد إي يتفاؤل أنه الماليشيات قد تصدر أحكام مخففة واضح أنه ما تقوم بالماليشيات الحكومة وخصوصا أنه هؤلاء الناشطين قهروا بالدعوة لنقدها والدعوة لثورة ضدها وبالتالي المصير المتوقع إذا لم يكن هناك تحرك أممي تحرك منظمات حقوقية وإنسانية إذا لم تحرك أيضا الشرعية بإيصال الصورة لمخاطبة المنظمات الدولية والإنسانية والتحاد الأوروبي وكل المنظمات التي تشدق بحقوق الإنسان وحرية الرأي يجب أن توصل لهذه الصورة ويجب أن تمارس ضغط على الماليشيات الحوثية أما إذا استمرت المنظمات الدولية ترى بعين حولا أو بهذه العين إلى الماليشيات الحوثية وأنا أعتبر أن المجتمع الدولي يغض الضرف عن الكثير من هذه القرامة لو أن هذه القرامة التي حصلت اليوم التي حصلت للناشط في محافظة إب لكان أعتقد المجتمع الدولي تحدث وتحدثت وسائل الإعلام لكن لو كان حصل في أي جول أخرى ونحن رأينا ما حصل عندما اختفى بعض الصحافين أو عدموا أو سقنوا المنظمات تتحرك بشكل كبير جدا لكن عندما يتعلق الأمر في اليمن للأسف شديد نقد أن هذه المنظمات تسكت ولا تعبر حتى عن إدانات أنا تابعت عملية الإعدام لكن عملية التصيام هل الإدانات موجودة بالشكل المكتف أو بالشكل الذي يكشف هذه الماليشيات كما يحصل مع أي ناشط حقوقي أو إنساني أو إعلامي في أي دولة أخرى؟ بالتأكيد لا يعني ما حصل يكشف أنه المنظمات الدولية هذه تقود بالطرف عما يحصل في اليمن